قبل ما اتكلم على ماطش شباب لزادة خلينا طمينكم على فرقة نادي الاهلي طبعا الحقيقي ياسر إبراهيم كان واحد من النجوم المباراة الحقيقة وتعرض لإصابة فيه الدقاية الأخيرة من عمر المباراة وتم استبداله بخلد عبدالفتاح كرة مشتركة كرة من الكرات اللي ملهاش لازمة يعرف يعني كرة اللي بتغيب فيها أو بتغيب فيها التركيز زي كرة الجول بالضبط يعني لما تقارن فرصة الهدف بتاعة يونج أفريكنز لاعب فوست أربعة لعيبة يشوت من خرم إبرة فتروح في التمانيات عارف عارف إنه والعيبة كلها يعني من نواحي دفاعين ده إجادة أمة واحد منهم يكفي لإيقاف خطورة الهجمة بس هو التركيز بيغيب لحظة ثانية وتقيس على ده نفس الأمر أنا بتكلمك دلوقتي معلش يعني أنا برضو واحد من الجمهور في الأول والآخر وتقيس على ده الفرص اللي بتتيح ليك أسطوة يعني يعني الناس ممكن في لحظة من لحظات ما تقدرش هو فيه كم مليون بني آدم بيغضب أو بيتضايق لما يبقى فيه فرصة هدف مؤكد يحس إنه هو شخصين لو في الملعب هيجيبها جول والضيع فيه كم مليون بني آدم عصابه بتتشد وبيتدايق وبيتعصب الأهلي بالنسبة لنا مش كورة وبس يعني الأهلي بالنسبة لجماهيره يعني عموما يعني الأهلي بالنسبة لجمهوره حياة ومصدر سعادة ومثال على النجاح فالقصة مش بس كورة يعني هي قصة الأهلي أكبر من الكورة بكتير الأهلي نموذج الأهلي لايف ستايل الأهلي حاجات كتيرة جد لكن في النهاية خلينا نقول يعني هم برضو يما فرحونا وفي الآخر ما تقدرش تلومهم على دروب في مطش ولا في مطشين هتلومهم أو هيبقى ليك حق تلوم عليهم في نهاية السيزن وده اللي بتشتغل بإدارة النادي الهلي كل الإدارات النجحة في جميع الأحوال